الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأبضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم قالنا ممن يستمعون القول فيتبنا وبعد فعاه درس الخامس والثلاثون بعد المترعة في سلسلة دروس رياض الصالحين بالإمام النووي رحمه الله تعالى نحن فيما فيما والحص عليه من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه الحديث الأول الذي لا نزال بصدد شرحه هو الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجب حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرض لا يحبه إلا بالله وأن يكره أن يعود في القفل بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار اتفق عليه في الدرس الماضي شرحنا الفقرة الأولى من هذا الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وذلك بعد أن أوضحنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أوضحنا معنى حلاوة الإيمان وكيف تأتي هذه الحلاوة وما مصدرها ثم أوضحنا أن المصدر الأول لحلاوة الإيمان التي يجدها الإنسان المؤمن أن يكون الله ورسوله طبعا رسوله يأتي في الدرجة الثانية أحب إليه مما سواهما فإذا وقر حب الله عز وجل في فؤاد العبد فإنه لا شك يجد حلاوة الإيمان عندما يمارس الوظائف والواجبات التي كلفه الله بها وبمقدار ما تتسامى في قلبه محبة الله بمقدار ما تذوب أو ما يذوب وقع المصائب والشدائب في حياته وبمقدار ما يقل حبه لله عز وجل يعظم وقع المصائب والمحن عليه وهذا هو المعنى الواضح جدا لحلاوة الإيمان إذ يجدها الإنسان عندما يمارس الواجبات التي كلفه الله عز وجل به وأفضنا في بيان معنى هذه المحبة وأن هذه المحبة بمعناها الحقيقي ليست وقفا ما بين إنسان وإنسان مثله كما يظن بعض الناس لا بل هذه المحبة أيضا تكون من العبد لربه سبحانه وتعالى لا شك في هذا ولا غير بالمعنى الذي نفهمه لكلمة الحب وإن كانت المحبة التي من الله للعبد تختلف ذلك لأن المحبة شعور يلمسه الإنسان في قلبه وفي كيامه هذا الشعور بمعناه المألوف المعروف لدينا مستحيل على الله عز وجل لكن المراد بالحب من الله لعبده لوازم هذا الحب الرضا عن العبد إكرام هذا العبد تقريبه إليه حمايته من كل سوء نعم هذه يعني لوازم الحب تتحقق بالنسبة من الله عز وجل لعبده الذي أحبه أما حب العبد لربه فهو الحب الحقيقي المألوف الذي نعرفه والذي ندركه وقد أفضنا في بيان ذلك في درسنا الماضي ثم يقول الشرط الثاني لكي يجد الإنسان حلاوة الإيمان في قلبه هو أن يحب الرجل المرأة لا يحبه إلا لله فإذا أحب الإنسان المرأة أي صاحبه أي أن كان ولم تكن هناك حوافز لهذا الحب إلا حبا أساسيا هو كالينبوع أو كالجزع من فروع المحبة كلها ألا وهو حبه لله سبحانه وتعالى فعندئذ يكون هذا سببا ثانيا لشعور هذا المؤمن بمعنى حلاوة الإيمان عندما يمارس وظائف الإيمان التي كلفه الله سبحانه وتعالى به أن يحب الإنسان صاحبه أو المرأة أي أن كان على أن لا يحبه إلا لله أي لا يكون الجامع بينهما والموجه لقلبه إلى هذا الحب لصاحبه إلا إلا الحب الأساسي الأسبق ألا وهو حبه لله عز وجل فكيف يتحقق ذلك لابد من أن نجسد ونصور ونفصل الكلام في هذا حتى نتبين نوع الحب الذي نمارسه لإخواننا لأصحابنا لأقاربنا عندما تجد أن صديقا لك أو جارا أو قريبا أو معلما نبهك مرة وثنتين وثلاثا يعني مثنا وثلاثة ورباع إلى محرمات قد اقتحمتها ووقعت فيها ربما دون أن تعلم وأخذ يمارس النصح والتنبيه والتحذير إلى أن تأثرت بكلامه ورأيت نفسك كيف ابتعدت عن ذلك الانحراف وكيف استقمت على صراط الله سبحانه وتعالى ولاحظت أن السبب الذي جعله الله عز وجل أداة لتحولك هذا إنما هو صديقك هذا أو صاحبك أو جارك أو معلمك هذا فيتجه قلبك إليه بالحب لماذا لأنك تعلم أن فلانا هذا هو الذي انتشلني من شقاء ترى ماذا كانت عاقبة أمري لو ظلرت على هذه الحالة من الانحراف إلى أن يتخطفني الموت إذن وارتقى بك إلى صراط الله عز وجل فحبك لهذا الإنسان لماذا هذا حب في الله أي حب من أجل الله سبحانه وتعالى وقد يعني تجد أن هذا الإنسان الذي انتشلك وهداك ونصحك ربما تجد أنه استعمل استعمل أسلوبا من أساليب القسوة ربما وربما شعرت في بادئ الأمر أنه يتطاول عليك أو ربما شعرت أنه يتدخل فيما ليس من شأنه بل ربما استعمل معه نوع من السلطة ونوع من الهيمن وربما كان هذا اللون من العمل يقتضي في بادئ الأمر تأففا منك لكن لما تأثرت بكلامه واستجبت إلى نصحه وسرت في الطريق الجديد وأخذت تفكر في الطريق السابق الذي كنت تسير عليه تحول ضيقك به إلى شكر وتحول تبررك إلى سرور وتحولت كراهيتك له لأنه كان يغلظ عليك أو ربما تتصور أنه يتدخل في شيء من خواص شؤون شؤونك تحول ذلك كله إلى حب السبب أنك شعرت بحبك لله شعرت من خلال مصحي هذا الإنسان لك بلذة والوالد والوالد عندما يحب ولده ويربيه بدافع من هذا الحب لكن يكون سائقه إلى هذه التربية أن ينشأ ابنه هذا تنشئة صالح وأن تربو بين جوامعه مشاعر معرفة الله والإيمان بالله ويستقيم سيره على صراط الله سبحانه وتعالى هذا يكون دافعك لتربيته ثم تجد فعلا أن جهدك قد أثمر وأن ابنك هذا أصبح يتعشق المساجد ويتعشق مجالس العلوم ويحب الطاعة ويكره المعاصي فعندئذ كم تشعر بمعاني السعادة لأن تربيتك قد آتت أكلها حبك لابنك هذا ما هو حب في الله وإياك أن تتصور أن هذا الحب يضيق يضيق من مساحته أو يضعف من معناه أنك تشعر بطبيعة جبلية تدفعك إلى حبك لابنك ابنه كيف لا تحبه قد تقول لا هذا ليس حبا في الله لأنني بجبلتي أحب ابني وبدافع من غريزين أشفق عليه حتى لو لم يكن مستقيما سأحبه لأنه ابني فتقول في نفسك إذن هو ليس حبا في الله لا ليس هذا هو المقياس المقياس هو التالي عندما ربيته ونشأته التنشئة التي أعجبتك ودفعته دفعا إلى صراط الله عز وجل ما الذي كان يحفزك ويحملك على هذا أن يستقيم ابنك على صراط الله وأن تسعد برؤيته يحمد الله ويسبعه ويدعو إلى الله عز وجل فإذا رحلت عن هذه الدنيا وانطفأت شعلة حياتك ستبقى من ورائك شعلة فرعية لحسابك تتمثل في ابنك هذا نعم هذا هو الدافع إلى تربيتك لابنك هذه التربية طيب هذه التربية إنما دفعت إليها بسائق من حب الله عز وجل حب الله هيمن على الحب الغريزي الذي بينك وبين ابنك فكان حبك له حبا لله عز وجل الحب الغريزي لا يضيق ولا يزاحم أبدا كذلك حب الولد لأبيه كيف يكون حبا لله عندما يعرف الولد أنه مالك سبيلا من أعظم السبل يتقرب به الإنسان إلى مولاه وخالقه هذا السبيل يتمثل في بر الأبناء بالآباء فبر الولد بأبيه سلم عظيم وقصير إلى بلوغ مرباط الله عز وجل فاتجعت إلى أبيك بالحب وفصرت وترجمت هذا الحب برا به وتذللا له وخضوعا لأوامره وخدمة له حتى هيمن كيانك على قلبه حبا طبعا هذا لا شك أنك مدفوع إليه أيضا بدافع غريزي لأن الأبناء أيضا مجمولون على حب آبائهم كما أن الأباء مجمولون على حب أبنائهم لكن هذا الحب الغريزي أيضا لا يضيق ولا يزاحم من مساحة حبك لله أو حبك في الله لأبيك أنت لماذا تبره من أجل أن يثيبك الله لماذا تسمع كلامه وتخدمه وتسهر على رعايته في حالات الشدة وفي حالات الرفاء وربما تحملت في سبيل ذلك ضمكا وعسرا من أمرك طيب ما الذي يحملك على هذا الصبر أن الله حرارك فقال وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا فكان نسيج هذا الحب منك لأبيك مدفونا إليه بسائق من حبك لمن لله عز وجل إذن هذا الحب حب فلا كذلك الزوجة عندما تسعى إلى إدخال السرور في قلب زوجها بكل ما تملك من سرور عندما تسهر على رعاية شأن زوجها بكل ما تملك من سرور عندما تخدمه بكل ما تملك من سرور ما الذي تقصد إليه من وراء ذلك إن كانت تقصد من وراء هذه الخدمة وهذه الرعاية وهذه السهر وهذا السهر أن تنال رب الله فحبها لزوجها حب فلا مثل حب الولد لأبيه وحب الوالد لابنه وحب الصديق لصديقه الذي رأيناه الآن لكن ممكن امرأة أخرى تقوم بنفس العمل تخدم زوجها الخدمة ذاتها وترعاه الرعاية ذاتها لكنها ليست مشدودة إلى ذلك بدافع من الرغمة في رضا الله إنما هي مدفوعة إلى ذلك بدافع غريزي هي تحب زوجها حبا غريزيا ليس فيه عرق من دافئ الحب الرباني وبما أنها تحبه هذا الحب الغريزي الذي تعرفه فهي تركض في خدمته في رعايته نحو ذلك العمل واحد لكن ذاك حب في الله وهذا ليس حبا في الله ذاك حبا في الله تمارس من خلاله زوجة عبادة وأي عبادة كأنها تتبتل إلى الله في محراب طه تنام دون أي فرق والمرأة الثانية تقوم بالعمل ذاته ولكنها لا تنال أي عجل لأنها إنما تستجيب لغرائزها الرجل بالنسبة لزوجه كذلك عندنا يكرم الرجل زوجه ويرأف به ويحنو عليه ويكون خير يعني مثل في رعاية الرجل لأهله في داره وإنما يكون دافعه إلى ذلك أن يستازل رضا الله وأن يكون مرضيا عند سيدنا رسول الله الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فهذا الحب الذي يمارسه الزوج لزوجته حب في الله مع العلم بأن جاره ربما يمارس هذا العمل ذاته ربما يعشق زوجته العشق المبرح فهو أيضا يسعى في رعايتها في إكرامها في الحنو عليها في تدليلها في تقديم كل ما تشاء نعم في خدمتها وفعلا مظهره ينبئ أنه يطبق قول رسول الله خيركم خيركم لأهله نعم لكن ما الذي دفعه إلى هذا أبدا لم يدفعه إلى ذلك لا استرضاء رب العالمين ولا استرضاء رسوله سيدنا محمد عليه الصلاة وسلام إنما صادف شعوره حبا لها فاندفع بسائق هذا الحب الغريزي لأذي إلى هذا العمل عمل الشخصين واحد الأول طاعة مبرورة عبادة تماما كقيام الإنسان في جوف الليل الثاني عمل لا أجرى عليه بشكل من الأشكال مع العين بأن كل مننا كل من الرجلين يمارس غريزته في هذا العمل نعم لكن ذاك من ثاب وهذا غير من ثاب لأن حب الأول في الله والثاني ليس حبا في الله يجلس كل منه على مائدة الطعام إلى جانب زوجه ويحنو عليها الحنو الذي أمر الله ويضع اللقمة كما علمنا رسول الله في فمرأته بيده الأول مثاب على هذا العمل كأنه يصلي لله ويتبتل والثاني أبدا لا يمال أي أجر الأول دفع إلى هذا بقوله عليه الصلاة والسلام واللقمة تضعها في في امرأتك صدقة الثاني الثاني ليس هذا دافعه إنما دافعه شعور غريزي والدليل غدا إذا ذب لها شعور لسبب ما وما أكثر الأسباب التي تجعل هذه المشاعر الغريزية التذبل وتتراجع يمن ولا يعد يمارس هذه الوظائف أبدا لا اللقمة يضعها في امرأته كما كان يصنع ولا يتوف حولها بالرعاية والإكرام كما كان يصنع ذلك لأنه كان يستجيب لمشاعر غريزية فحبه في الحقيقة هو لذاته كما قلت مرة لكن إن عكس في مرحل من المراحل على هذه الإنسان فأخذ يكرمها ولكن إكرامه لا إنعكاث عن إكرامه لنفسه والدليل أنها لما شاخت ولما تغير شكل الجمال وذبل أخذ يعني يبحث عن غيرها ربما لكن عندنا يكون مدفوعا إلى هذا الإكرام بسائق من قول رسول الله استوصوا بالنساء خيرا مدفوع إلى هذا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله نعم مدفوع إلى ذلك بقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولاية متبادل على مستوى واحد طيب عندما يكون هذا هو الدافع هذا الحب لا يذبل يبقى بل إذا تحول حال هذه الزوجة ازداد عطفا عليها وازداد إقبالا إليها لأن المنبع في هذا الحب ما هو رضا الله البعث عن رضا الله سبحانه وتعالى فمهما ذرلت عوامل الحب الغريزي الشكلي الذي تعرف التي تعرفونها فإن هذا الحب لا يذبل لأنه يستمد ثقايته من استرضاء الله سبحانه وتعالى نعم لكن أذكر مرة أخرى بأن الحب في الله مع الحب الغريزي قد يجتمعان أم لا يجتمعان ولا ينقص الحب الغريزي وأجر ذلك الحب مثقال ثرة قد يجتمعان ويأتلفان ويتعانق فأنت عندما تكرم زوجتك تحبها طبعا الحب الطبيعي تمارس رغبتك وفي الوقت فاته أنت مندفع إلى هذا لاسترضاء رب العالمين سبحانه وتعالى أرأيتم أرأيتم إلى معنى الحب في الله شبك منتد إلى سائر العلاقات بشرط الرجوع إلى القصد الطبيب الذي عدت إليه فعالجك من مرضك فشفيت وعادت إليك العافية فعدت إلى نشاطك المكمول عند الله نشاطك في العبادة نشاطك في الطاعة نشاطك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فجعلك هذا تشعر بحبك لذلك الطبيب تقول انظر كيف أن هذا الطبيب كان عوماً لي لرجوعي إلى نشاطي الذي يرضي الله كيف أن هذا الطبيب كان عوماً لي في العود إلى عباداتي وطاعاتي وقيامي بالأسحار ونحو ذلك تحبه في الله الطبيب ربما لم يكن يمارس عمله هذا لله ربما يمارس عمله لأجر كما قال الإمام الغزالي لكن أنت أحبرته لأن تبدأ وقربك إلى الله عندما تجد إنساناً أكرمك أحسن إليك تريد أن تتزوج ووصل إلى الزواج غير مهيئة بين يديك لكن جاء إنسان يسر لك هذه الأسباب وحقم السدود أو عالج لك بعض يعني يسر لك بعض الأمور قد يكون الرجل مندفع لله أو لغير الله في هذا لكن عندما تيسر لك الأمر فتزوجت فعصمك هذا الزواج عن المعصية ألهب تقربك إلى الله حبك لمن لمن يسر لك هذا الزواج تقول في نفسك لولا ما أكرمني لولا ما أكرمني فلان ولولا ما أصدى إلي من معروف لكنت الآن أتقلب في حمأة الرثيلة فشعورك هذا ينمي محبتك له هذا حب في الله سبحانه وتعالى كذلك الإنسان الذي يتعاون مع تاجر مثلي التاجر مع التاجر الصانع مع الصانع الصانع مع الزارع الإنسان الموظف لعامة الناس ولسائر المواطنين عندما يكون تكون أنشطة هؤلاء الناس متجهة إلى هذه العلاقة التي تتنامى بين الناس من أجل استرضاء الله من أجل التقرب إلى الله فالحب الناتج عن ذلك ماذا نسميه حبا في الله عز وجل ومن هنا ندرك أن الحب في الله سهل لا يحتاج إلا إلى أن يعني يحرر النية نعم يحرر النية ويبتغي بعمله مرضات الله سبحانه وتعالى يعني مثلا أنا عندما أجد أخا لي في الله أو إخوة زائغي الأقيدة أو زائغي السلوك فأتجه إليهم أجلس إليهم أحاورهم أناقشهم أحذرهم أخوفهم أذكرهم إلى أن يبعوهم أو ينتبه إلى الحق إن كنت قد قصدت من وراء هذا أن أهيمن عليهم بزعامة أن أجعل منهم حشما وخدما لي أبني أبني منهم هالة حول نفسي فذلك هو الحب الفان التافه الذي لا يقرب إلى الله شر نقي وإن كان هدفي من وراء ذلك أن يكونوا هؤلاء غدا ثوابا في صحيفتي نعم فحبي له عن بائز في الله سبحانه وتعالى وهو أيضا من جانبهم إذا تجاوزوا عن قصوتي ربما في الحديث تجاوزوا عن كلامي الممل لهم ملاحقة لهم وربما استفقلوا ظل في هذا الحديث المستمر صبروا على ذلك حتى دخل كلامي في سويداء قلوبهم واستيقظوا إلى أنهم فعلا كانوا زائغوا العقيدة والفكرة فاتجهوا إلى الله وسرت في أفئدتهم محبة لي إذا كانت هذه المحبة رغبة في أن أكون أنا ثوازا في صحائفهم وأنهم قد شعروا أنني كنت السبب في تقربهم إلى الله فحبهم أيضا لي حبهم في الله لكن لو فرضنا أنني من خلال حديثي معهم وحواري واحتكاكي بهم تعرف أحدهم إلي فأعبني لسبب آخر أعبني لأن استلطف مثلا كلامي أو حديثي فبهذه المناسبة أقد اقصل بيني وبينه أبدا ليس من أجل هذا الغراب هذا ليس حبا في الله عز وجل ومقياس هذا الأمر أن ننصى إلى أوامر الله أو لا ننصى وهذا المقياس يتضح اتضاحا كبيرا أيها الإخوة عندما نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهيان المنكر عندما أذكرك بمعروف أعرب أو أحذيرك من منكر ارتكبته فبجرت وتأفقت واستسمجت ربما كلامي نعم فإن هذه العلاقة لا يمكن أن تثمر علاقة حب في الله أبدا لأن الترب غير صالح ذلك لأنك إنما تستقبلني بمشاعرك لا الإيمانية وإنما بمشاعرك المزاجية بمشاعر الأهواء التي في كيامك لكن عندما تستقبل كلامي وأنت متحررا مزاجك وعن مشاعر أهوائك فإنك مهيئ لأن يستلبت في قلبك حب لله سبحانه وتعالى أو حب للإنسان لكن في الله عز وجل أنا أضرب مثلا بالكلام الذي قلته في الدرس الماضي فهذا مثال يجسد تماما الشيء الذي أقول تذكرون أنني أطلت في الدرس الماضي في بيان أن حب العبد لله عز وجل شيء حقيقي وشيء ممكن وشيء ثابت وهو الضمان لابتعاد الإنسان عن المبيقات بدون سياج هذا الحب معرض الإنسان الخطر ونبهت إلى الخطأ الخطير والضمان الذي يقع فيه بعض الناس عندما يقولون لا ليس هناك حب بالمعنى المألوف والمعروف يتجه من العبد إلى الله وإنما حب العبد لله إنما هو الطاعة تذكرون أنني أوضعت بطلان هذا الكلام ما معنى كلام سيدنا رسول الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ما معنى كلام الله عز وجل كلام رسول الله في حديث آخر صحي لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ما معنى كلام الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ثم الشعور الشعور ألا تشعر أنك تحب الله شيء غريب لو قال قال لا والله أنا لا أشعر أنني أحب الله أنا أشعر أني أحب أخي صديقي الذي أكرمني أما يا أخي أنا لا أشعر بأنني أحبه لأني لم أره والعياذ بالله أنا لا أتصور أن فيكم من يستطيع أن يقول هذا الكلام فشيء طبيعي أن أنهى منكر أن أحذر ممن يقولون إنه لا يوجد حبه لله لأننا لا نرى الله وإنما الحب شيء عضوي يكون بين الإنسان والإنسان هذا خطير هذا الكلام وإذا كان الأمر بالمعروف واجبا وإنه عن المنكر واجبا إذن يجب أن أوضح هذا الكلام أليس كذلك طيب فإذا ضاق بعض الإخوة ذرعا بهذا الذي أوضحت لماذا لأن هذا الكلام يناقض ماذا بمتبنوه في أنفسهم ويناقض اتجاها ارتضوه في حياتهم وربما يتناقض مع انتماء عصبي ينتمونه إلى الذين يقولون هذا الكلام ضاقوا ذرعا بها هل يمكن لهذه المشاعر أن تكون تربة لشيء اسمه الحب في الله؟ أبدا لماذا؟ لأن التربة التي تستقبل نصيحتي وكلامي ليست تربة صالحة تربة أنزجة تربة أهواء تربة شهوات لا يمكن مثل الصخب بشكل من الأشكال طيب ما الدليل على أن هذا شعور نزاجي؟ طيب الدليل أننا نعود إلى مقياس هذا الذي قلته حقا باطل إذا كان الذي قلته باطلا عندئذ ينبغي أن أخضع رأسي للحق عندئذ أكون أنا قد أخطأت المسألة مسألة خطأ مني لكن إذا كان كلامي حقا وأن الحب لله شيء حقيقي إذن ينبغي أن نعلم أن الإنسان الذي يقول لا يوجد حب لله ولسنا مدعوين إلى الحب بالمعنى المعروف لله وإنما الحب هو الطعب ينبغي أن نعلم أن هذا منكر وأن هذه ضلالة وينبغي أن نحذر منها هذا هو المقياس طيب الكلام الذي قلته حقا باطل أيها الإخوة هل فيكم من يعني يتصور واحد على مليون أن القلب مهيأ لحب العباد لكن ليس مهيأ لحب خلاق العباد كيف ماذا نصنع بكلام سيدنا معاذ وهو يجود بنفسه في سكرات الموت عندما كان يقول أي رب أخنقني خنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك ماذا يسمى هذا أهو يكذب وهو في سياق الموت كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لماذا نؤول بدون موجد ونحن الذين نرفض التأويل ونقول ينبغي أن نفسر الكلام على ظاهره هنا إذا فسرت الحب على ظاهره لا يعدف لا تشبيه ولا مشكلة بالعكس يصنع تحقق ما تراه متفقا مع واقعك وشعورك إذا ما قلته حق فلماذا نضيق ذرعا بهذا الكلام فيما باق ذرعا بعض الأخوة لماذا أطلت في هذا الموضوع ليت أنك تركت هذا الموضوع وفصلت القول في حب الإنسان لأخيه الإنسان لله وفي الأمر الثالث لماذا يا أخي تستطيع أن تناقشني إذا كنت مخطئا عندها إذا نعم أستغفر الله لكن إذا كان كلامي حقا إذا أولئك الناس متورطون في منك أليس علينا أن ننهى عن المنكار انظروا إلى المزاج ماذا يصنع هذا الكلام هذا الكلام يعاند ويعارض شعورا نزاجيا عندي شعورا عصبيا لانتمائي فأنا أتألم لذلك لا أحب أن أسمع طيب هل هذا هو معنى قبول النصح هل هكذا يكون التناصح لا هذا مرفوض إن فتحنا هذا الباب ستجدون أننا سننتهي إلى نتيجة لا نستطيع أن نفتح فمنا بإنكار أي منكر لأنك كما تشعر بتألم من أنني جرحت انتمائك العصبية أو المزاجي طيب أصحاب المنكرات الأخرى يشعرون بالشعور ذات يعني لو قلت هناك رجال يسيئون التعامل إلى أهليهم وزوجاتهم هذا لا يجبس هذا عمل سيء وهذا ينتهي بأصحابهم بأصحاب هذا العمل إلى الضلال إلى تيه وأقلت الكلام في هذا طيب إذن لهؤلاء الذين يصارون بهذا الكلام أيضا أن يضيقوا فران وأن يقولوا لي يا أخي ما في منكرتاني غيرها تحكي يعني اركينا شغل تاني شايفين كيف وإذا تركت هؤلاء وتعدست عن رجال مثلا أهملوا تربية أولادهم وبناتهم وتساهلوا في موضوع الحجار الذي أمر الله عز وجل به ونبهت إلى خطورة سوء التربية وأمرتهم بأن يضحوا بكل شيء في سبيل تربية أولادهم وبناتهم وأن الله سيعينهم إنهم فعلوا ذلك وأقلت في هذا سأجد ووجد فانا من يقول أخي ألم تبقى منكرات إلا هذا المنكر هناك غروف هناك أوضاع طيب نترك هذا أيضا نتحدث عن أولئك الذين طابت لهم الغربة في بلاد الكفر واستمرأوا الاستيطانة في تلك البقاء ثم تحول الاستيطان إلى تجنس ثم ضاع أولادهم بين شدقين ظلام الكفر الوبين هناك والتربية الجانحة وأخفت أطيل وأوضح وأوحذر وأبين وأوضح أحكام الشرع سيأتي من يقول وجاء فعلا من قال فعلا أيها الأخوة كل هذا الذي يقول جان من يعني تأفر ألن يعني يبقى من المنكرات إلا الحديث عن أولئك الناس الذين ذهبوا لظروف بدل من أن يأخي تعذره تجيب تكيب هذا الكلام طيب كما هم من نحكي عنه ماذا نقول إذن لعظوا عندما نستقبل التناصح بالمشاعر المزاجية لسوف تكون النتيجة أن نغلق ضاب التناصح على أنفسنا هذا ليس منهجا إنما المنهج البديل أن نسوأ الكلام فإذا وجدنا هذا الكلام حقا ينبغي أن نكون ممن يستمعون الحق فيتبعون أحسن ينبغي أن نقول جزاك الله خيرا نعم وفي ظني ويقيني أنني قلت كلاما ينبغي أن يكون من عكاسه على الأسماع والقلوب حبا في الله لأنني ما قصت من وراء ذلك لا أن أبني عزا ولا أن أبني نهالة من الذين يتأثرون بكلامي لا والله الذي لا إله إلا هو لكن وإذا أحضرت أن أكون دقيقا لكم أحب أن أنقل مشاعري القلبية إلى قلوبكم أنا مقصر في جنب الله سلوكيا نعم لكن والله أنا أحب الله وأنا تنتابني مشاعر يمكن يمكن لو أنني عشت لذا إذا الدنيا كلها لم أجد لذة ترقى إلى مستوى هذا الشعور وليت أنه يدوم وليت أنه يدوم هذا شعور حب شعور حب نفس الحب الذي تعرفون لكن اتجه إلى الخالق بدلا من أن يتوذعه المخلوقون والعباء هذا هو بدلا من أن أحب الزهر أحب مكونه بدلا من أن أعشق العبق أعشق من الذي بث هذا العبق بدلا من أن أحب الصور الجميلة أعب من صور هذه الصور الجميلة فأنا عندما حدثتكم طويلا عن مشاعر الحب وأن الإيمان العقلي والله لا يحصنه إلا الحب القلبي بالمهم الذي قلت أنا كنت مندفعا إلى هذا رغبة في أن تشعروا بما أشعر وأن تكونوا أكثر شعورا مني أنا مقصر حتى في هذا وأن تجدوا من هذا الشعور ما يحصنكم ضد تيارات الكون الجانحة وقد قلت ولا أزال أقول لماذا نجد في تلك المناطق في تلك المناطق وتصوروا أين مناطق شدتم التي فيها من يحاربون وينكرون الحب في الله لماذا تجدون ازدواج شخصي كما قلت ألا تلاحظوا في المصائف أقل المراتب لاحظوا الرجل إذا أرزنا للصلاة رأسا من من يصلي لكن ما من شراب مسكر إلا ويعكف عليه ما من مربقة من المربقات إلا ويفتكبون بل ما من شذور من شذوذات إلا ويتقلب في حمأتها والدنيا كلها مسرح ومنطلق لهم إلى هذه الأمور وأنا لا أعين جهة وإنما أتعدث عن واقع ولكم أن تجسدوه في أي شيء موجود هذا أم لا هذا ما نريد أن نقول طيب ما العاصم والله إن العاصم واضح لكن العاصم غائب هؤلاء ربوا تربية على أحسن الأحوال عقلانية ولكنها تربية خاروية من حيث القلب لم ينشأوا على حب الله بل قيل له ما في شيء يسمى حب لله في حب للإنسان لم ينشأوا على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلب كالمرحة إذا لم يهيمن عليه حب الله لابد أن يهيمن عليه حب آخر عندئذ سيهيمن عليه حب الشهوات والآواء والملاذ والغرائز ونحو ذلك القلب فارغ من الذي استعمره استعمرته الدنيا المال كثير والنعم عن تتراقص والشباب في أوجه نعم إن الفراغ والشباب والجدى مفسدة للمرء أي مفسدة شيء طبيعي لكن ما العاصم من هذه المفسدة كلكم يعلم وتجربة الشباب المستقيم في بلادنا هي أكبر دليل ألا ترون إلى شباب يعيشون أوج شبابه ويرون المغريات تتراقص من حوله وكل منهم يعيد سيرة سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام في سلوكه أنا أعرف كثيرا من هؤلاء أعرف ترى ألا تسألوا من الذي عاصم هؤلاء مجرد العقل قرار العقل والله القرار العقل أبدا ما بيقدم ولا بيأخير ما عدى بضحي في سبيل واحد زائد واحد يساوي اثنين ما عدى بضحي في سبيل معاذل الرياضي أبدا الذي جعلهم يسيرون ويستمرئون هذا الحريق الذي يتقلبون فيه حبهم لله الحب نعم وهذا شيء موجود انظروا كيف أصبح الحب عاصما بمقدار ما يكون الحب متنامية بمقدار ما يضع الوقع المعاصر والأوزار طيب إذن نسأل الدواء خطير خطير مهم أمامنا لماذا نحاربه ألا ترون في محاربته خطورة وأي خطورة ثم إننا ولله الحمد لم نقع إطلاقا في تورط غيبه أبدا أبدا هذا أدب سيدنا رسول الله ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا على أننا إذا توقف إنكار المنكر على تعيين أبطال المنكر قال العلماء جميعا لم يعد هذا غيبة كما قال الإمام النووي في كتابه رياض صالحين في أول باب الغيبة أو الحالات التي يباح فيها الغيبة ومع ذلك الأمر لا يتوقف على أن نعين أو نخصص أو نوجه وإنما أن نبين واقعا وهذا الواقع موجود منه نمازج أينما التفتتم عندما فيه نمازج لكنها ولله الحمد نمازج محدودة لماذا نضيق ذرعا لماذا ما السبب نضيق ذرعا لأن هذا الكلام لم يوافق مزاجي نعم هذا الواقع ينبغي أن نتحرر من الأنتجة نقول هذا صحيح أو غير صحيح نعم وكما أن أولئك الناس ينثرون باطلهم وينشرونه هنا وهناك وفي نسره نسر لداء وبيب طيب ينبغي بالمقابل أقل المراتل نحن ماذا نصنع أن ننشر ما يحارف هذه الجراسين ما يطهر من الجو ينبغي أن نفعل هذا وأنا أقول لكم نحن في عهد لا نحتاج فيه إلى مزيد فكر والفكر ضروري لكن أقول إن طرق الفكر معبدة ولله الحمد الكتب العلمية ما أكثر ما تنشر والرغب في القراءة ولله الحمد رغب تبلغ الأور وآية ذلك مقياس معرض الكتاب في كل عام أغروا إلى آثار هذا المعرض كيف تتبخر الكتب لا سيما الإسلامية بشكل عجيب وغريب إذن الفكر ولله الحمد قد وصل إلى الأوجه ما الذي ينقصنا ينقصنا أن نسيج هذا الفكر الإسلامية بسياج الحب أيضا بسياج الخوف والتعظيم العاطفة يعني العاطفة عندنا عاطفة دافع الحب آآ فلسوف أقول الحمد لله الذي جعل هؤلاء الإخوة مثوبة في صحيفته وجعلني مثوبة في صحائفه قلت مرة في كتاب صغير إلي اسمه إلى كل فتاة تؤمن بالله هذا الكتاب طبع منه يمكن ما لا يقل عن مئة ألف نسخة قلت في أواخر هذا الكتاب خطابا لأي فتاة قلت يا أختي والله لو أردت أن أنطلق من دافعي الغريزي الذي يدفع بعض الناس إلى مخابعتك أنه لا أظهر جمالك وكله وكذا لو أردت أنا الآخر أن أنطلق من مشاعري الغريزية لقلت كما يقولون لك لأنني أنا الآخر رجل وأحمل من هذا الرجال ما يحمله الناس جميعا لكني والله أحب أن تكوني مثوبة في صحيفتي وأن أكون مثوبة في صحيفتك غدا يوم القيامة هذا الحق في الله فلا تزعني مني وعندما قرأت البارحة أو أول البارحة كلاما لبعض الصحفيين في حوار مع بعض المنحرفات في القطر المصري أن لا إتاب الله عز وجل عليهم فتحجبنا وسلكنا السلوك الرباني المتسامي ورأيت استجابتهن وتأثرهن بهذا الكتيب الصغير إلى كل فتاة تؤمن بالله شعرت أنني امتلكت كنوز الدنيا كلها هذا هو الحب في الله هذا هو الحب في الله يعني أنا غدا إذا رحلت إلى الله عز وجل يكفي أن أقول يا رب لك الحمد على أن سخرتني وأنا لا يعني أستاهل شيئا أنت الذي ألهمت وأنت الذي أكرمت وأنت الذي وفقت سخرتني للدعوة إلى دينك ولإدخال جزوة حبك في فؤدي إماء لك أو عباد لماذا لا نسعى على هذا النهج على هذا النحو لكن في المقابل أيضا جاءتني من اعترضات وناقشات وتحدثات وقالت يعني الباري عز وجل شو بضره أنه نحنا نطلع أحرار ومتل ما بدناه بدون حجاب وبدون شيء سوفوا كيف يعني هذا هو النقد لا الحب في الله يقتضي التناصح والتناصح يقتضينا إذا تكلمت أن يكون كلامي لله فقط هذا ما ينبغي أن تطالبوني به وأن يكون كلامي مطابقا لأهكام الشرع وهذا ما ينبغي أيضا أن ألزم نفسي به وأنا دائما أقول الله معصني من الزلل في القول والعمل فإذا سمعتم القول ينبغي أن تضعوا أمزجتكم تحت أقدامكم ينبغي أن تضعوا منولاتكم تحت أقدامكم وإلا لن نتناصح في سنة من السنوات في ليلة من الليالي كنت أجلس أمام الكعبة المشرفة وإذا برجل أقبل وبيده حذاؤه وجلس أمامي ووضع الحذاء هكذا أي وضع الطرف المليء بالأقذاء بدلا من أن يجمع الطرفين بالشكل المهلوف والمعروف فقلت بكلمة لطيفة على ما أذكر لم أقل أخذت الحذاء وضمنت كل منهما إلى الآخر بهذا الشكل وتركته وإذا به نظر إلي نظرة شزرة وأغنف إلي في القبر وأعاد فجعل الحذاء كما كان تماما كما كان قال لي هل أنت متأكد أن هذا مجلس حتى تفعل به ذلك قلت لا أنا لست متأكدا لكنه شيء مستقدر والله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أنت لماذا خلت حذائك عندما دخلت من أول الحرب وأمسكته بيديك إذا كان الأمر كما تقول فلتلقى يعني تلبسه وتسير به كما كنت في الزقاء في الزقاء الأخرى ورأيت الرجل يواجهني بأنزجته وبأهوائه فقلت لا وأنا مخطئ وأسأل الله المغفرة ولا تؤخذني يا أخ طيب هذا مقياس لمشكلة نعاني منها أليس علينا أن نعالجها أليس علينا أن نستبدل بهذا مقياس آخر هل أنا أقول كلاما صحيحا إذن ينبغي أن تطيع أم أقول كلام باطلا ردت علي كلامي وأنت مشكور ومأجور إذن هذه خلاصة عديثنا عن حب العبد في الله سبحانه وتعالى بقي مستوى آخر من حب العبد في الله وهو مستوى ذكره العلماء الربانيون هو أن يحب الإنسان جميع عباد الله عز وجل أيا كان لماذا بدافع بدافع واحد هو أن هذه الخليقة هي عيال الله هؤلاء الناس كلهم من؟ عيال الله من سبون إليه عباده طيب أرأيت إذا كان قلبي مليئا بحب الله عز وجل وقيل لي أتعلم من هم هؤلاء؟ هم عيال الله هم عباد الله كيف يتجه قلبي إليهم؟ ألا يتجه بالحب؟ ألا يتجه بالتقدير؟ ألا يتجه بالاحترام؟ لماذا؟ لنسبهم إلى الله لانتسابهم إلى الله عز وجل هذا الحق هو البلابة الكبرى لتعامل الإنسان مع عباد الله جميعا وهو المنطلق ثم بعد ذلك يأتي دور البغض في الله والحق في الله للفرعيين لذلك قد يقول منكم قائر يطريب بل يا أخي في ملاحدة في كفار نعم الملحد والكافر والفاسق والفاجر تنظر إليهم جميعا من منطلق أنهم عباد الله وعياله وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله كما ورد في الحديث طيب إذا من منطلقي الأول احترام لعباد الله جميعا هذا الاحترام يدفعني إلى أن أنظر إلى الملحد فأقول له تعالى أنت تائه وظال يا أخي وأكيد غدا ستعاتلني أحب لك ما أحبه لنفسي تعالى أنت شرك من سخط الله تعالى أنت شرك من الضياع أنت أخي في الإنسانين أنت عبدا من عباد الله مكرم على الله ألم يقل ولقد كرمنا بني آدم بني آدم ألا تعبنا من كرمه الله وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تغضيلا فإذا أصغى إلى كلامي فقد عزز هذا الحب وترسخ وإذا لم يصغي إلى كلامي واستكبر وتجبر عندئذ يأتي دور البود في الله البود في الله عندئذ يكون عارضا ولا يكون أساسيا نعم انظر إلى نوح كم دعا قومه وكم صبر بأي قوة صبر بقوة الحب الحنو عليهم الحنو على عباد الله فلما استيأس منهم ولما أثر الاستكبار عندئذ جاء دور البود في الله إذن البود في الله جاء عارضا لكن المنطلق ما هو الحب في الله ولولا هذا الحب في الله لما انطلق الإنسان إلى دعوت جاهل ولا إلى دعوت فاسيق أو كافر أو تائها أو ضرر ولهذا الكلام تتمت نرجو أن نتوفر عليها إن شاء الله في درس قادم والحمد لله أبو العالمين